في أول رد فعل أمريكي حول الهجمات السفرانية الأخيرة التي طالت 200 شركة حول العالم من بين شركات أمريكية قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هوية الجهة المسؤولة عن الهجوم لا تزال مجهولة لكنه في ذات الوقت لم يستبعد وقوف روسيا خلفه أولا نحن لسنا متأكدين من هوية الجهة المسؤولة عن الهجمات الإلكترونية الأخيرة وجهت وكالة المخابرات الأمريكية بإجراء تحقيق كامل حول الموضوع الحقيقة أن مدير المخابرات قدم لي تلخيصا لما حدث لكنني سأحصل على معلومات أكثر يوم غد وإذا ما عرفنا أن الحكومة الروسية متورطة في هذه الجمات فإننا سنرد حتى الآن لم أتصل بي بوتين لأننا لسنا متأكدين المؤشرات الأولى تقول إن الحكومة الروسية ليست الفاعلة لكننا لسنا متأكدين بعض على الجانب الآخر قال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إن موسكو وواشنطن تجريان حوار مغلق بين الإدارات المعنية بشأن الهجمات الإلكترونية السفير الروسي أشار إلى أنه خلال المؤتمرات الصحفية للرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتم سماع اتهامات للحكومة الروسية بالوقوف وراء هجمات القراصنة الأخيرة على البنية التحتية الحيوية للبلدين يقول موقع أكسيوس إن مجموعة قرصنة روسية معروفة باسم ريفيل قامت بخرق أنظمة ما لا يقل عن ألف شركة من خلال استهداف مقدم الخدمات المضارة وفقا لشركة الأمن السبرانية هانتريس لابس تلك الهجمات تستهدف جمع فدية عبر حملة واسعة النطاق غير معروف حدودها بالكامل لكن ضحايا تلك الهجمات ظهروا في أحد عشر دولة حتى الآن وفقا لشركة الأمن السبرانية يضيف الموقع أن هذه الهجمات تحدث تأثيرا مضاعفا حيث يمكن للقراصنة بعد ذلك الوصول إلى مزويد الخدمات والتسلل إليهم أيضا وهو ما يمثل خطرا على تلك الأنظمة الأساسية التي توفر إدارة تكنولوجيا المعلومات للشركات واستغل المخترقون عطلت نهاية الإسبوع ونفذوا هجوما على سلسلة متاجر في السويد ما تسبب في وقف العمل لمدة يوم كامل بعد تعطل سجلات النقد بها يأتي الاختراق بعد قمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس روسي فلاديمير بوتين والتي هدد خلالها بايدن باستخدام الولايات المتحدة قدرات إلكترونية كبيرة للرد على أي هجمات تستهدف البنية التحتية الحيوية من قبل الروس تصريحات كثيرة لمسؤولي الإدارة الأمريكية بشأن إمكانية الرد على الهجمات السفرانية المحتملة من روسيا لكن ما هي الخيارات المتاحة لدى واشنطن لاستخدامها في هذا الصدد وإلى أي مدى يمكن أن تصل عواقبها تمتلك الإدارة الأمريكية خيارات متنوعة للرد على الهجمات السفرانية المتزايدة التي تقول إن موسكو تقف خلف العديد منها وفقا لشابكة بلومبرغ فإن أحد الخيارات تتمثل في توسيع دائرة العقوبات الأمريكية على الكيانات والشخصيات الروسية لتشمل على سبيل المثال حظر المؤسسات المالية الأمريكية من السوق الثانوية للسندات المقومة بالروبل أو حتى إدراج وكالات المخابرات الروسية ضمن دائرة العقوبات إضافة إلى بدء جولة جديدة من طرد الدبلوماسيين الروس على الصعيد الأمني لدى الإدارة الأمريكية خيار التعامل مع الهجمات الإلكترونية بصرامة أكثر فوفقا لشبكة MBC الأمريكية قد تصعد إدارة بايدن من جانبها لتعتبر هذه الهجمات تهديدا للأمن القومي لتبدأ وكالات الاستخبارات الأمريكية في التجسس على المجرمين أنفسهم أو التفكير في عمليات هجوم إلكتروني ضد المتسللين من داخل روسيا أو خارجها عبر تعطيل أدواتهم الخاصة أو إصابة شبكاتهم بشلل الخيار البديل لدى الأمريكيين وفقا لما تراه وكالة رويترز هو أن تلجأ القيادة الإلكترونية الأمريكية التابعة للبنتاجون إلى إجراءات مضادة يمكنها أن تشل البنية التحتية للتكنولوجيا الروسية دون استثناء مثل تعطيل شبكات الهاتف أو الانترنت لكن هذا الإجراء ستكون فاتورته عالية لإمكانية أن يتسبب في ضرر على الدول الأوروبية وفقا لرويترز ترجمة نانسي قنقر